موسيقى 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 بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دلالة ترامب أولى خطواته نحو تحقيق وعوده الانتخابية باتخاذ موقف صارم في مواجهة التطرف والحد من الهجرة غير المشروعة فاختار ضمن إدارته ثلاثة من قدام المحاربين المحافظين الموالن له لقيادة فريقه للأمن القومي وإنفاذ القانون ترامب اختار مايك فالن لمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي ومايك موبيو لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجيف تشانز لمنصب وزير العدل اختيارات قُبلت بإشادة من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ وانتقادات من جماعات الحقوق المدنية وأرحب بضيفين من واشنطن الباحث في معهد كاتولي السياسات داك باندو ومن القاهرة مدير مكتب صحيفة الأهرام في واشنطن سابقا عزة إبراهيب ونذكر مشاهدين أن بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك وأبدأوا مع ضيفنا من واشنطن سيد باندو أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية كيف تصف هذه التعينات التي كانت ربما يعني يشار إليها بالغموض والتكهنات هل حسم ترامب سياسته للمرحلة الانتقالية؟ التعينات الأولية تعتبر من بين الشخصيات المرموقة ولكن المتشددة في الحزب الجمهوري حول بعض المسائل المتبطة بالهجرة وأيضا الأمن القومي نحن لن نظل في انتظار تسمية وزير الخارجية ووزير الدفاع أيضا لأن ذلك قد يسمح له بتغيير المسار بالاعتدال أكثر في مساره إن كانت هذه التسميات مختلفة عن التي رأيناها ولكنه بدأ طبعا باتجاه متشدد سيد ترامب سيد إبراهيم هل يمكن وصف ترامب المرشح بأنه لم يختلف ولم يتبدل عنه ترامب الرئيس الآن؟ لا أعتقد أنه ترامب في هذه المرحلة بيحاول أن يحدث توازنات بين المؤسسة الجمهورية المحافظة وبين اختياراته المتشددة أو القريبة من الطيار اليميني المحافظ في الولايات المتحدة هو اليوم قبل قليل كان يجلس مع ميت رومني المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية ميت رومني بالتأكيد هو مرشح نقيد لبعض التصورات أو البعض السياسات التي طرحها ترامب خلال الحملة الانتخابية هو على سبيل المثال يجد في روسيا خطر استراتيجي بينما ترامب يحاول أن يبني جسور ومستشار الأمن القومي الذي يعين بالأمس أعتقد أنه له آراء إيجابية بشأن التعامل مع الروس أيضا هناك تناقضات في الترشيحات ستجد أنه المستشار الأمن القومي لديه آراء متشددة بشأن المحاربة التطرف الإسلامي في نفس الوقت ستجد أنه هناك الميديا الأمريكية لا تمهل أحد وقت للتفكير ستجد أنه الملفات جاهزة للهجوم وللانتقاد لكن في نفس الوقت هم يتناسون أنه هناك قاعدة محافظة كبيرة قد انتخبت ترامب وبالتالي هو سيتجه بشكل طبيعي إلى هذه النوعية من الاختيارات نعم سيد داج المؤشر العملي الأول لبناء هذه الثقة ربما مع الملفات تحديد الملفات المشتعلة في الملطقة ألا يمكن حسمها أيضا من هذه التعيينات التي حصل قبل استباق ربما حسم وزارة الخارجية وربما المناصب ومنصب وزارة وزير الدفاع سيد داج هل تسمعوني التسميات تشير إلى اتجاه هذه السياسة ولكن من الأهمية بما كان أن نقول أن الرئيس المنتخب ترامب يدخل إلى هذا المجال السياسي من دون أن يكون لديه الكثير من الأشخاص الذي يمكنه الاتكال عليهم بينما كلينتون كان لديه الكثير من الأشخاص الذي يمكن أن تتكل عليهم إذن ما يقوم به ترامب حاليا هو إيجاد أشخاص يمكنه الوصول بهم بالتالي طبعا هناك مؤشرات لدول أخرى ولكن هذا ليس الهدف الأساسي لهذه الخيارات ما يحاول ترامب القيام به هو إيجاد أشخاص يمكنه الاعتماد عليهم لأنه لم يكن أبدا فيه مثل هذه المناصب السياسية من قبل ليس لديه أشخاص معينين في السياسات الخارجية يعتمد عليهم إذن هو يحاول أن يجد أشخاص يفسر تعيينه لجاب تاشرس كرئيس لوزارة العدل ومايك بومبيو مايكل فلين مستشار الأمن القومي إذن مايك بومبيو كان مفاجأ ولكن يبدو أن توجهات تتزامن وتتماشى مع توجهات ترامب إذن الخيار هنا حول رئيس وكالة الإخبارات الأمريكية كان يعتمد على التماشى أو التقارب في وجهات النظر بينه ومايك بومبيو إذن هذا من بين الأمور الأساسية إذن وزير الخارجية هو ما سننتظر لنراه لأنه مهم جدا نعم سيد إبراهيم ولكن السيرة الذاتية لمدير الاستخبارات وأيضا مستشار الأمن القومي ألا أيضا ربما تعني وهذا التاريخ السياسي للرجلين ألا تعني أيضا اتجاه نحو مزيد من التشدد حيال المهاجرين وحيال الملفات التي تتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية أنا أعتقد أنه الاختيارات متسقة تماما مع ما أعلنه دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية طوالة 18 شهر اللي فاتوا أعتقد أنه بيرى أنه هناك حاجة إلى تعيين مدير استخبارات أقرب إلى أفكاره وبالتأكيد هذا الرجل معروف عنه تشدده خصوصا في الملف النووي الإيراني وله تصريحات كثيرة بطرق أنه كان ملف كارثي بالنسبة للاتفاق الأخير ويرى أنه يعطي الإيران في نهاية المطاف حرية الحركة وحرية أنها تقوم بتطوير سلاح نووي وهذا هو رأي كثير من المنتقدين أو الطيار الصقور المقرب من ترامب النحية الثانية هتلاقي أنه مايكل فلين أعتقد أنه أرأه واضحة جدا بشأن التطرف الإسلامي في المنطقة وله كتاب صدر في يوليو الماضي يتحدث عن كيفية مواجهة هذا التطرف ويتكلم بشكل واضح عن بناء تحالفات في الشرق الأوسط للتصدي لهذه الظاهرة التي استسود الشرق الأوسط ويرى أنه ضرورة بناء جسر مع السنة العرب لوقف هذه الجماعات أعتقد أنه أغلب التعينات تكمل بعضها هتلاقي أن وزير العادل متشدد في مسألة الهجرة هتلاقي أنه أيضا لسه في وزير خارجية أعتقد أنه مستقالة متحدثة من واشنطن ربما يوجد شيء من التوازن لكنه في نفس الوقت يتناقض مع بعض المواقف خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع الروس هنا أعتقد المحصلة النهائية قدام فريق من الأضاد التيم أوف رايبلز هذا فريق الأضاد أعتقد أنه لابد من أن تكون هناك رؤية موحدة في نهاية المطاف للخروج باستراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي أنا كنت في واشنطن خلال الانتخابات وتحدثت مع بعض المقربين خصوصا في معهد مركز لندن للدراسات وهذا المركز أصدر أو منح إدارة ترامب أو حمل ترامب بعض الأفكار وكان من بينها بالقاطع هي مسألة مواجهة التطرف وكان بالفعل هناك اتجاه قوي للاستعانة بالمتقاعدين القدامة من أصحاب الأفكار التي ربما تكون متشددة سيكون هناك مجال استغراب كثير لدخول بعضهم للإدارة الأمريكية بالفعل نعم أهمية هذا الجسر الذي تحدث عنه وعزت وهو ربما ببناء الثقة وهذا الجسر بين الشرق والغرب وهو ما كان أثار خلال حملة ترامب هذا المخاوف وربما هذا التباعد وربما شكل نوع من الاستبزاز هذه الخطبات لم تكن مباشرة ضد الجهاديين وإمام أيضا شكلت نوع من القلق هذا الرجل أتى من المجهول فيما يتعلق بالسياسة وترشح وهو تحدث عن مخاوف الكثير من الأمريكيين مثل الإرهاب طبعا الولايات المتحدة الأمريكية شهدت الكثير من الأحداث مثل الأحداث الإرهابية ليس بوجود أشخاص من داعش الذين قاموا بهذه العمال الإرهابية ولكن عمال إرهابية أخرى مثل حوادث الطاق النار وذلك دفع بترامب للحديث عن الهجرة والأعمال الإرهابية النتجة عن ذلك وترامب استخدم ذلك بشكل فعال في حملته الانتخابية تاريخيا هو لم يكن معروف كشخص يهتم إلى هذا الحد بالسياسات الهجرة حدث أكثر عن هذه الهجرة وخاصة المهجرة المكسيكية هذا شخص هو شخص سياسي ولكن انتخب على هذا الأسس بالتالي هو سوف يعمل على حله لأنه يعتقد أن الشعب الأمريكي يهتم بهذه المسألة طبعا هذا يؤدي إلى مخاوف كثيرة لأننا أعتقد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستقبل لاجئين لاجئين أن تعمل مع العالم وأن نفهم أن الكثير من الأشخاص يأتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهم ليسوا تهديدا وإن لم نقم بذلك فإن ذلك سوف يكون له تبعات أمنية وغير ذلك نعم عزت هل هناك ربما أي تبدل في العنوين العريضة للسياسة الخارجية لترامب مع هذه الإدارة وبداية ظهور ملامح الإدارة الجديدة والكل يعلم أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حيوية جدا بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية بالتأكيد تغيير الوجوه في واشنطن سوف يغير كثير من السياسات أعتقد أن الإدارة الحالية تركت وراءها مراس من الارتباك في واشنطن وفي الكثير من الدول حول العالم ستجد أن الجمهوريين وتجد أن حمل ترامب ركزت على كثير من التنقضات في الإدارة الديمقراطية الحالية وعدم الحسم في ملفات قصة بمحاربة الإرهاب وتصنيف الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط هتجد أن سياسة ترامب ترفض تماما فكرة التصنيف بين معتدل ومتطرف وترى أن كل هذه الجماعات التي استخدم الدين سطار يجب أن مواجهتها بشكل واضح على سبيل المثال في الملف السوري هي لا تعترف بمسألة القوى المعتدلة وبالتالي سنجد ملامح تغيرات مهمة في الفترة القادمة هناك كلام عن أن ربما ستقطع الصلاة بين الولايات المتحدة لدارة جديدة وبين الفصائل ما تسمى الفصائل المعتدلة في سوريا المسألة الأخرى مسألة إيران بالتأكيد هناك شد وجذب في هذا الملف لكن المؤشرات تقول أنه ربما يكون الموقف منتشد من البرنامج النووي ربما مثل ما قال المرشح الجديد لوكلة الاستخبارات أنه ربما يتم وقف العمل بالاتفاق لكن في نفس الوقت هتجد أنه التقارب مع الروس ربما يخفف من هذه اللهجة وربما تكون هناك تدخل روسي في هذه المسألة لإحتواء المسألة والتخوف الأمريكي في إدارة الجمهورية القادمة من الملف الإيراني مسألة الشرق الأوسط أعتقد أنه بشكل عام هناك أفكار عن ضرورة بناء التحالفات من جديد مع الدول الصديقة وملف أساسي هو دعم مصر في حربها ضد الإرهاب والتوقف عن دعم أو مملأة جماعة الإخوان المسلمين على مستوى المنطقة في واشنطن وهناك كلام عن أنه بالفعل القانون الجديد الذي يخص مسألة اعتبار الجماعة تنظيم إرهابي سوف تدخل الكونجرس بعد خطاب حالة الاتحاد في 20 يناير نعم دوغ هل ستشهد أيضا ربما هذا التبدل الجزري في السياسة الخارجية خاصة أن هذا العهد هو عهد جمهوري بامتياز الكونجرس بمجلسيه أيضا داعم للرئيس تحديدا الملفات الشائكة هل سنشهد ربما وقف الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعته إدارة أوباما أعتقد أنه سوف يكون هناك خيارات كثيرة من الأهمية لما كان أن نعترف أنه ظالبا عندما تأتي إدارة جديدة تبدأ التوقعات بتغييرات كثيرة ولكن الكثير من الأشخاص يبقون دائما في الحكومة البيروقراطية تبقى إذن هناك تغييرات رأيناها بين إدارة بوش وإدارة أوباما لم تكن جيدة كما توقع البعض ولكن يبدو أن ترامب مختلف بالتالي سوف يكون لديه بصمة خاصة على السياسة الخارجية ولكن أشخاص الذين قام بتعيينهم من الجمهوريين العاديين ربما هم متشددين ولكن هم معروفين فيما يتعلق بالاتفاقية أو مع إيران فهذا سوف يكون فيه الكثير من التحديات تحدث ترامب على هذا الموضوع ولكن لا يبدو أنه مستعد للانسحاب منه إذن طبعا رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ينتقده والكثير من الأشخاص يريدون الانسحاب منه لكن بالنسبة لهذا الاتفاق وليس اتفاق أمريكي بحت ولا يمكنها أن يذهب لأوروبا ويطلب منها أن تدعمه في هذا الانسحاب فهم شاركوا في عملية التفاوض عليه أن يتعلم طرق الدبلوماسية إن كان يريد أن يحول دون امتلاك إيران لسلاح النووي فعليه أن يكون ديبلوماسيا وطبعا الاتفاق مع إيران هو مسألة ينبغي العمل عليها ولكن أنا متأكد من أنهم لن ينسحبوا منها سوف يحاول أن يقوم بتغيير بعض الأوجه من خلال القيود المفروضة من الخارج بخصوص من الأوربين بشكل مختصر تحديدا سياسة قيادة الحروب قيادة الحروب من خلف لن تتبدل عن ما كانت في عهد أوباما تحديدا هو كان ترامب رفض زج الجنود في أرض المعلكة كما حصل إبان إدارة بوش لا أنا أعتقد أنه في تغيير ربما سنشهد الوقت المتحدة هناك بالفعل الإدارة القادمة ربما ستتقوم بمبادرات لحسم بعض الأمور العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بالفعل حصلت على دراسة قامت بها المجموعة كان من بينهم مايكل فلين قام بها مركز لندن للدراسات في واشنطن هذه الدراسة تحدثت بشكل واضح عن أنه لابد بناء هذه التحالفات من جديد ومواجهة أعداء الولايات المتحدة وأعداء حلفائها بشكل واضح ومطاردة قيادات ومطاردة تلك الجماعات التي تستخدم الدين سطارا لها الكثير من الذين شاركوا في هذه الدراسة أعتقد أنهم سيأخذوا طريقهم للإدارة الأمريكية وبالتالي نحن أمام إدارة أقرب إلى إدارة حرب لكنها في نفس الوقت تريد أن تدعم حلفائها من أجل أن يقوموا بدورهم في محاربة الإرهابائية عزة إبراهيم مدير مكتب صحيفة الهرام في واشنطن كنت في واشنطن سابقا كنت معنا من القاهرة وأيضا من واشنطن الباحث تماحة كاثول السياسات داك باندو شكرا جزيلا لكما إلى هنا ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر